تتواصل بيانات الإدانة والاستنكار من فروع المؤتمر الشعبي العام في عدد من العواصم ضد حملة الاختطاف والقمع والترهيب التي تقوم بها الميليشيات الحوثية في العديد من المحافظات الواقعة تحت سطواتها وضد الشخصيات الاجتماعية والشبابية بقصد الترهيب وإسكات أي أصوات جمهورية تطالب بالحرية والديمقراطية وتتمسك بأهداف ثورة السادس والعشرين من سبتمبر حيث أدان فرع المؤتمر الشعبي العام في مصر كافة الجرائم والاختطافات والانتهاكات المروعة التي ترتكبها ميليشي الحوثي والتي طالت شخصيات وطنية واجتماعية وأكاديمية وإعلامية وناشطين في المناطق الخاضعة لسيطرتها وحذر الفرع في بيان من استمرار هذه التجاوزات والانتهاكات التي تأتي في توقيت خطير جدا مع اقتراب ذكرى ثورة الحرية والكرامة الذكرى الثانية والستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة كما أدانت قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام في المملكة المتحدة من جهتها الممارسات والأعمال الإجرامية والقمعية التي تدلل على ضعف الميليشيات وفكرها الرجعي المبني على الظنون والخرافات ولن تثني تلك الأعمال من عزيمة الشعب اليمني الباسل الذي يصر على الاحتفاء بهذه المناسبة رغم الترهيب والقمع والملاحقة فرع المؤتمر الشعبي العام في روسيا الاتحادية وربطة الدول المستقلة أدان بشدة الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق القيادات المؤتمرية والشخصيات الوطنية والاجتماعية والأكاديمية بالإضافة إلى الناشطين والإعلامين في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات كما أدان فرع المؤتمر الشعبي العام في مملكة هولندا هذه الممارسات الإرهابية وأكد أن ما نشهده اليوم من اعتقالات ممنهجة ليست مجرد أحداث عابرة بل هي جزء من حملة متواصلة تهدف إلى إسكاة الأصوات الحرة في اليمن ومحاولة بائسة للنيل من الثورة السبتمبرية الخالدة التي طوات حقبة الإمامة إلى غير راجعة وفي ألمانيا أكد فرع المؤتمر الشعبي العام أن هذه الأفعال الإجرامية بحق كل من يحتفي بثورة السادس والعشرين من سبتمبر لن تثني قيادات وقواعد وأنصار المؤتمر الشعبي العام وأحرار اليمن الشرفاء عن مواصلة النظال لحماية أهداف الثورة والجمهورية واستعادة مؤسسات الدولة من قبضة الميليشيا ودعا أعضاء الفرع في بياننا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والضغط على ميليشيا الحوثي للإفراج الفوري عن جميع المعتقلين والكف عن تكميم الأفواه وتقييد الحريات في المناطق الخاضعة لسطوتها